بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين عبر قناة البلاد نحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة والله رب العاش العظيم أسأل أن يوفقنا للخير كله ويباعد بيننا وبين الشر كله إنه ولي ذلك والقادر عليه موضوعنا في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله له من الأهمية بمكان هو موضوع قليل ما يتناول الحديث عنه عبر المنابر الإعلامية هو موضوع الوقف ما المقصود بالوقف؟ ما هي أركانه؟ ما هي شروطه؟ كيف نستثمر في الأوقاف؟ وكيف كذلك نفهم مقاصد الأوقاف ودورها في التنمية الاقتصادية؟ تلكم أسئلة وأخرى يسعيدني بل ويشرفني أن ناقشها مع فضيلة دكتور موسى عبداللوية مرحبا بك دكتور الله يجزيك بكل خير شكرتم على استجاباتكم للدعوة أربي جعلها بميزاني حسنات نشكرك أيضا على هذه الدعوة الله يبارك فيك أذكر سادتي المشاهدين دكتور موسى عبداللوية إطار سابق متقاعد من وزارة شؤون الدينية والأوقاف وهو حاليا أستاذ جامعي بجامعة الجزائر واحد كلية الحقوق دكتور بدي أنذيبت السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه ما المقصود يعني بالوقف ما معنى الوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أعيد لك الشكر الأستاذ أحمان على هذه الدعوة وعلى اختيار الموضوع أيضا طبعا حتى يفهم السادة المشاهدين ما معنى الوقف الوقف هو تحبيس العين يعني أن نوقف العين لله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود بها أن تصبح العين ملك لله لا يمكن توريثها أو بيعها أو هيبتها هذا هو المقصود بالوقف أن نحبس العين ونسبل المنفع أعطي مثال حتى يتضح الحال شخص أراد أن يفعل الخير ولكن هذا الخير يبقى مستمر حتى بعد وفاته صدقة جارية نعم بارك الله فيك فيقوم بتوقيف مثلا بيت يشتري بيت ويوقفها لله سبحانه وتعالى ويسبل منفعتها أنه إما أن يؤجرها ويعود تأجيرها على الفقراء والمسكين وإما أن يعطيها لبعض الفقراء من الناس الذين ليس لهم القدرة على تأجير السكن هذا هو تعريف الوقف أننا نملك العين لله سبحانه وتعالى ونسبل المنفع وهذا المثال ليس محدود على التأجير أو السكن يمكن أن نتحدث بعد قليل عن أنواع الوقف وهي كثيرة ومتنوعة والحضارة الإسلامية لها في هذا الباب من الأمثلة أروع الأمثلة هناك المستشفيات هناك المجاري المائية هناك الأوقاف الزراعية هناك الأوقاف التعليمية الأوقاف الصحية بل المجال الوحيد أخي دحمان الذي بقي مفتوح للإجتهاد إلى اليوم هو الوقف وفيه اجتهادات غريبة وعجيبة ولم يعرف باب من الأبواب الاجتهاد مثل الوقف الآن في القرن الواحد والعشرين المجامع الفقهية اجتهدت اجتهادات كبيرة وصلوا حتى إلى حد توقيف الشخص لنفسه وسنتحدث عن هذا بعد ذلك هل الوقف المحدد بالزمن أم لا المالكية أجازوا هذا وبعض الجمهور لكن الآن المجامع الفقهية دخلت في اجتهادات خطيرة وعجيبة جدا مثلا كما قلت لك توقيف الإنسان لنفسه يمكن أن يوقف أي إنسان نفسه لمدة زمنية محددة أعطيك مثال أستاذ متقاعد يريد أن يعمل الخير يوقف نفسه أسبوع في اليوم يدرس أبناء المسلمين المادة التي هو مختص فيها بدون مقابل هذا وقف شخص يريد أن يوقف نفسه في المسجد كل يوم ساعة ينظف المسجد هذا وقف لا أريد أن ندخل بك إلى الأنواع والاجتهادات الجديدة نحن نتحدث عن مدخل مفاهيمي هذا هو الوقف الوقف هو أن توقف العين وتسبل المنفع أكيد دكتور بذكركم الحضارة الإسلامية قبل أن نصلت الضوء على التاريخ الإسلامي الناصع كاستفساري هل الأوقاف خاصة بالإسلام فقط أم ديانات الأخرى تعتني بهذا الجانب بارك الله فيك على هذا السؤال كثير ما يسأل هل الوقف أو الحبس خاص بالشريعة الإسلامية موجود في الديانات الأخرى هو موجود في الديانات الأخرى ولكن الشريعة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية كما قلت توسعت كيف الأوقاف مثلا عند اليهود خاصة بالرهبان والدير فقط المسيحية كذلك خاصة بالدير يعني لهم مزارع يزرعونها يأكلون منها لكن ليس لهم كالحضارة الإسلامية توسعة في الأوقاف أبدا ليس لهم توسعة لا يمكن أن تكون للدير أو للكنائس مشاريع خيرية مثل مستشفيات مثل أبار عيون مثلا تسقي الناس والفقرة هذه غير موجودة يعني أمر مقتصر أمر مقتصر على الدير والكنيسة فقط ليس لهم اجتهادات يعني بل الحضارة الغربية الآن المدنية الغربية إن صح الطابير كما يقول محمد عمارة المدنية الغربية الآن جمعياتهم الخيرية تقوم بأعمال لا تسمى وقف ولكن تشبه الوقف وستنتحدث عن هذا بعد دكتور لو قبل أن تحدث عن هذا النغوص إن شئتهم في تاريخنا الإسلاميين وفي نتحدث عن الجزائر خاصة نعم كذلك كان بذلك تاريخي عن أوقاف في العالم الإسلامي وفي الجزائر خاصة منذ دخول الإسلام سنة خمسين بالذات هجرية إلى الجزائر بدأ أجدادنا يوقفون كثير من المزارع وكثير من العقارات كمساجد هذا منذ دخول الإسلام إلى الجزائر ولكن لو نرجع إلى التاريخ كما قلت خاصة مثلا الذي كتب تاريخ العثماني نجد أربع أنواع من الأوقاف ذكرت في كتب التاريخ أن في العهد العثماني تطورت الأوقاف وازدهرت وتوسعت وحتى ظهرت أربع أنواع كبيرة من الأوقاف الأولى أوقاف على الحرمين كان الجزائر يوقف مزارعه أو بساتينه أو دكاكينه أو حماماته هذا ما ذكر في كتب التاريخية وكتب الحضارة الإسلامية في العهد العثماني هذه الأوقاف تعود فائدتها على الحرمين يعني كان الرجل يوقف بستانه وتأتي الغلة فيأخذ ثمنها ويدفعه للحرمين هذا موجود ومثبت وحتى المبالغ موجودة هذا الأول الثاني كانت هناك مؤسسات تسمى مؤسسات سبل الخير في سنة 1570 بالذات ظهرت مؤسسات تعرف بمؤسسات سبل الخير كانت الأوقاف من دكاكين وحمامات ومقاهي ومزارع وبساتين وأراضي فلاحية للقمح والشعير تأخذ أثمان غلالها وتدفع إلى الفقراء والمساكين ولكن مؤسسة منظمة تدعى مؤسسة سبل الخير خاصة بالفقراء والمساكين في ذلك هذا مع الدخول العثماني هذه كانت موجودة الثالثة كانت ما يعرف بأوقاف الزوايا والكتاتيب هي واحدة مؤسسة واحدة لكن خيراتها تعود على الزوايا والكتاتيب والأشراف وعمال المساجد تعرف باللي الحزابة في هذا الباب الحزابة هم الذين يقرؤون القرآن الكريم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب الحزب الراتب تدفع لهم من الأوقاف أجره حتى نشجع على تعلم القرآن الكريم وعلى ترتيل القرآن الكريم وعلى أن لا يتوقف القرآن الكريم ولذا تجد في الجزائريين من يحفظ القرآن وهو لا يكتب ولا يقرأ يحفظه سماعيه من أين حتى إذا كان فقير يتقدم إلى الحلقة فيسمع القرآن ويحفظ القرآن ويرتل القرآن وله أجرى من الأوقاف هذه الثالثة هذه مؤسسات الأخ دحمن ليس جمعية مؤسسات لها حسابات ولها محاسب ولها يعني مدخيل تسمى أوقاف الأشراف والزوايا والكتتيب وعمال المساجد حتى الذي ينظف المسجد يأخذ أجره من الأوقاف الوقف الرابع الذي نتعجب منه في العهد العثماني بالنسبة للجزائريين كان هناك وقف مؤسسة تسمى وقف نزح مهاجر الأندلس الذين فروا من محاكم التفتيش وفروا من الإجرام الحروب الصالبية في الأندلس كانت لهم أوقاف يأكلون ويشربون وتؤجر لهم مساكن من أين؟ من مدخيل الأوقاف هذا في العهد العثماني في عهد الاستعمار لما دخل وجد هذه الأوقاف موجودة هذه المؤسسات موجودة وهناك أيضا أوقاف في بعض الولايات خاصة بعابر السبيل والفقراء والمساكين هذه مؤسسات موجودة الاستعمار عندما دخل أمضى معاهدة مع الداي حسين بأن لا يقترب للأحوال الشخصية الزواج والطلاق ولا يقترب للمساجد بأماكن العبادة وأن لا يمس الأوقاف لكن للأسف دخل في جوان 1830 في 12 سبتمبر صدر قرار بعد شهرين للاستلاع على الأملاك الوقفية في ديسمبر يعلن الجنرال كلوزو قرارا رسميا بإلحاق جميع الأملاك والمؤسسات التي ذكرتها الأربعة المشهورة يلحقها بالضمان بأملاك الدولة لماذا؟ لأنه الشعر بأن المجاهدين يتقاضون أجرى من هذه المؤسسات حولوا هذه المؤسسات الأربعة التي ذكرتها نتيجة نازلة الاستعمار حولت جزء من مداخلها إلى من؟ إلى المقاومين وإلى المجاهدين وإلى الثورة لأن فيه مقاومة عظيمة في العاصمة هؤلاء المجاهدين كانوا يتقاضون أجرى من الأوقاف فأمر كلوزو في ديسمبر وأصدر قرارا بأن تلحق جميع الأوقاف إلى الضمان إلى أملاك فرنسا في ذلك الوقت هذا في العهد بداية الاستعمار ثم أثناء الاستقلال في 1962 فيه إشارة إلى الأملاك الوقفية ولكن للأسف في 1962 صدر قرار ينص على أن تمدد حالة تطبيق القوانين الفرنسية وهذا الذي جعل الأوقاف بقيت على حالها إلى غاية 1964 صدر قرار آخر يتحدث عن الأحباس ولذلك كانت وزارة الأحباس في البداية ثم في 71 كما تعلم قانون الثورة الزراعية أشار في أحد مواده إلى احترام الأوقاف لكن للأسف كل الأراضي الوقفية أممت ولذلك بعد استرجاع بعد دستور 89 الذي أشار صراحة إلى أن الأوقاف لها حماية قانونية بدأت وزارة شؤون دينية تسترجع أوقافها خاصة التي أممت أثناء الثورة الزراعية ثم في 91 صدر القرار التاريخي الذي يسميه التاريخي وهو بصدور مرسوم 81 و 91 و 82 و 91 و 83 و 91 مرسوم خاص بمؤسس المجد مرسوم خاص بتنظيم نظارة شؤون الدينية ومرسوم خاص بتسير المسجد جعلت فيه قوانين واضحة تحمي الأوقاف ولها ناظر ولها يعني تسيير ولها صندوق محلي وصندوق وطني ثم هذا القرار أتبعه كما قلت مرسوم يسمى مرسوم 11 و 90 ثم صدر مرسوم آخر في 98 يوسع وهذا ربما غير موجود في الدول العربية خلال بحثه وتدريسه لهذه المادة في الجامعة لم أجد دولة عربية فصلت في الأملاك مثل ما فصلت الجزائر والجزائر فصلت الأملاك إلى ثلاث أقسام قسم الأملاك العامة وهي أملاك الدولة أملاك الخاصة وهي أملاك الأشخاص وأملاك الأوقاف فأصبح للوقف شخصية معنوية يمكن أن ترفع دعوة حتى في القضاء وتسترجع هذه الأوقاف هذه نبذة تاريخية مختصرة عن الأوقاف من دخول الإسلام إلى الجزائر إلى العهد الأثماني إلى العهد الاستعماري إلى اليوم ثم آخر قانون ومدام نتحدث عن استثمار الأوقاف تعلم بأنه في شهر نوفمبر سنة 2018 صدر قانون جديد يسمح باستثمار الأوقاف وإن كان حصر الاستثمار في العقار لكن رغم هذا نشجع نحن نتمنى أن يتوسع هذا المرسوم إلى استثمار الأوقاف في كل الميادين وعندما نتحدث عن الأقسام والأنواع سنتطرق إلى هذا تفضل شيخنا يعني لو نستكلم عن الحديث نتحدث عن أقسام الواق وأنواعه كي نتمكن من التوغل أكثر في معنى الاستثمار وكيف ننمي هذه الأوقاف أنا قلت لك الأستاذ دحمان كأكاديمي ومختص في هذا الميدان أن أكبر الاجتهادات الآن في القرن العشرين من المجامع الفقهية والقرن الواحد والعشرين هي تتم في الأوقاف لأن الأوقاف عندما تريد أن تؤصل لها لا تجد لفظة في القرآن تحدد كلمة وقف أو كلمة حبث في القرآن الكريم وإنما تجد آيات عامة وهذا ما سهل الاجتهاد لأن أول وقف هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني وقف هو وقف عمر بن الخطاب الأرض التي أخذها في خيبر وكذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سهمه أرض في خيبر وأريد أن أشير هنا الأخ الأستاذ دحمان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطيت له هذه الأرض ماذا فعل بها؟ شوف الحضارة الإسلامية ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه الأرض التي أخذتها من خيبر قال هي وقف على الحيوانات الضالة أين بريجيد باردو التي الآن تتهم الإسلام بأنه يذبح ألاف من الحيوانات في شهة بمناسبة العيد الأضحى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرنا لما أعطيت له قطعة أرض كحق من حقوقه من الأنفال في خيبر لما أجل اليهود منها هذه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقفوها على الحيوانات الضالة سيجوها واتركوها وقف كل حيوان ظال يأتي يأكل منها وينام فيها إلى أن يجد صاحبه إذا لم يجد صاحبه يعيش فيها إلى أن يموت أنظر إلى الحضارة الإسلامية عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل بسهمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابنه ابن عمر قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمارها وهو ما قام به عمر بن الخطاب نعود إلى السؤال الرائع الذي طرحته وهو أقسام الوقت إذا عدنا إلى القانون الجزائري في السابق كانت ثلاث أقسام قبل قانون الجديد كان الوقف العام والوقف العام تأريفه بسيط هو الذي تتعدد فوائده يعني ثماره أو تتعدد على مجموعة من الأشخاص ليش سخص واحد هذا يسمى الوقف الخيري أو الوقف العام تحبس بئر لا يمكن أن تقول هذه العين يشرب منها فلان ولا يشرب منها فلان هذا وقف عام تحبس عين في الطريق فهي عين لكل للجميع وبالمناسبة الوقف لا يكون للمسلمين فقط تحبيس الملك يستفق منه جميعنا أما تسبيل المنفعاء يأخذ منها المؤمن وغير المؤمن المسلم وغير المسلم حتى الملحد يستفيد لأن زوجة الملك سليمان القانوني حبست عيون كثيرة العين الوحيدة التي بقت في عرفة إلى اليوم يستفيدوا منها الحجاج وجميع الناس هي عينها زبيدة وقفت مئات الأبار من بغداد إلى المكة المكرمة إلى المدينة يعني اندثرت بعض الأبار وبقيت مجموعة من العيون من الأبار إلى اليوم يستسقى منها للناس والحيوانات والطيور فهي تعود منفعتها وأجرها لهذه المرأة زوجة هارون الرشيد وهارون الرشيد بالمناسبة لمرأة زبيدة أوقفت هذه الأبار وهذه العيون على الطريق في سبيل الله ورأى بأنها أوقفت أيضا عين تسيل بالحليب لليتامة في الأسبوع نصف يوم جاء بجانبها وأوقف عين أخرى تسيل بالسكر للأيتام والفقراء تسيل نصف يوم في الأسبوع نعود إلى أقسام الوقف هناك الوقف الخيري الوقف العام وذكرت بأن ثماره أو منافعه متعددة هناك الوقف الخاص ما معنى الوقف الخاص يسمى في كتب الفقه أكاديمينا الوقف العائلي ويسمى قديما الوقف الذري شوف الشريعة الإسلامية كيف تفكر في تضامن الاجتماع الوقف الخاص هو وقف أن الآب يوقف مثلا منزله على ذريته ونسله إلى انقطاع لماذا؟ خوفا من أبنائه ربما يرى الآب بأن الأبناء غير صالحين فيقومون بعد وفاته ببيع البيت وكم بلغتني من قضايا طرحت علي كإمام أن كثير من العائلات لما يتوفى الأب يبيع الأولاد السكن فلا تجد الأم الأرملة أين تذهب وربما تذهب إلى بيت العجزة أو إلى دور العجزة وهذا عيب كبير ولذلك الشرح وعلى رأسهم من نبي صلى الله عليه وسلم لأن مشكلة الأوقاف كلها اجتهادية وكلها اجتهد فيها وسنها النبي صلى الله عليه وسلم فأوقف الرسول السلم البيت وسماه بالوقف الذري أو الوقف العائلي أو الوقف الخاص في القانون الجزائري يسمى الوقف الخاص وسنأتي لهذا أوقف هذا النوع من الأوقاف حماية لمن؟ للأسرة حماية للنساء حماية للعجزة ربما الوصية كانت لبعض الورثة العجزة هذه الحكمة من الوصية أن يوصل أب لبعض الأبناء المعاقين أو لبعض الأبناء الذين لهم أمراض لا يستطيعون استثمار سهمهم من الميراث فيكون لهم جزء زائد في الوصية لا يتجاوز تلث أما الوقف الخاص فهو حماية للضعفاء من الأسرة للأم الأرملة العجوز لبعض البنات لو طلقنا لبعض البنات اللائي لم يتزوجنا هذا النوع الثاني النوع الثالث الأستاذ دحمان هو وقف مشترك بين الوقف الخير العام والوقف الذر العائل الخاص أعطيك مثال حتى يتضح الحال ما معنى الوقف المشترك؟ أب له فيلا فيها عدة طوالق الطابق الأول يوقفه على زوجته إذا توفي فهو حقها تبقى فيه وتنتفع به فهو وقف عليها الطابق الثاني وقف على الذرية على الأبناء ونسله إلى أن ينقطع الطابق الأرضي فيه دكاكين يوقفه وقف خير عام تؤجر الدكاكين لماذا؟ ويعود تعود المنفعة على ترميم الطابق الأول والثاني طبعا لأن إذا أوقفنا دون أن نجعل للوقف مصادر مصادر لإصلاحه وترميمه وسيانته سنصل في يوم من الأيام إلى اندثاره ورغم أن العلماء اجتهدوا وقالوا يمكن للوقف إذا تعرض للتلف أن يباع وبثمانه نشتري لأن في التعريف قلنا لا يباع ولكن الضرورة أفرض أنه منزل أوقف مدة قرن لابد أن يبله هذا الوصد ويحتاج إلى صيانة وربما تقع به بعض الكوارث مثل الزلازيل مثل الطفان فيصبح غير صالح ماذا نفعل؟ وهنا اجتهد العلماء يباع ويشتر بثمانه وقف آخر في مكان آخر بنفس ثمن الذي بعنا به الوقف الأول دكتور الحديث ذو شجون والحديث نعم نحن تحدثنا الأستاذ بحمن عن الأقسام فقط لأنه أعلم نتحدث عنها نعم وشأت يعني أن نتحدث عن في أقل من دقيقتين عن كيف نستطمير الأوقاف كي يعود النفع على عجلة الحركة الاقتصادية وعلى منفعة البلدان والمجتمعات هذا موضوع رائح وأتمنى من رجال البرلمان أو من أعضاء البرلمان أن يلتفتوا إلى الأوقاف لأننا لو نستطمر في الأوقاف ستكون لنا تنمية مستدامة ومدخيل عظيمة تعود على المجتمع بمنفع كبير طبعا أفرض أنت الآن معظم الجامعات العالمية وقفية السوربون جامعة وقفية لأنها أصلا السوربون هي للدير للكنيسة من أقامها الأول هم القساوسة وأقاموها تحديا للحضارة الإسلامية التي بلغت أوجة مجدها في الأندلس كان أبناءهم أبناء الصلاطين طبعا أبناء الصلاطين أوروبا من فرنسا وكثير من الدول كانوا يقرأون ويتعلمون في الجامعات الإسلامية فيعودون إليهم يتحدثون بالعربية هم الذين نقلوا صباح الخير ومساء الخير أو نقلوا حتى اللباس كما يفعل شبابنا اليوم شبابنا اليوم يقلد الغرب لأن المغلوب مولع بتقليدي الغالب كما قال أبن خلدون فأقاموا هذه الجامعة جامعة كسفورد جامعة هارفرد في أمريكيا هذه الجامعات الوقفية من أوقفها؟ أوقفها القساويسة أوقفها القساويسة ولذلك لما نتحدث عن الاستثمار أقول بأن أعظم جانب في الوقف هو الاستثمار ويريت المرسوم الذي صدر في نوفمبر 2018 حول استثمار الأوقاف في العقار يتجاوز العقار إلى الأراضي الفلاحية وإلى مجالات أخرى أعطيك مثال تصور شخص له مال وأعرف الكثير اليوم الذين لهم أموال ويريدون أن يستثمروا أموالهم لله سبحانه وتعالى ليس هناك جواب أو حل إلا الاستثمار في أوقاف أعطيك مثال جاءني شخص غني قال لمال وأريد أن أستثمره قلت له أقم مدرسة ابني مدرسة هذه المدرسة خاصة ومداخلها أرباحها بعد تصفية الحسابات بالطبع دفع حقوق المعلمين والإداريين وكذا وحقوق أيضا الدولة من ضرائب ومن كذا الأرباح التي يأخذها يجعلها وقف لله سبحانه وتعالى يداوي بها مرضى السرطان مرضى السكر يعلم بها الأبناء الفقراء الذين لا يستطيعون أن يتعلموا هذا استثمار أم ليسي استثمار أعطيك مثال آخر أراضي فلاحية كبيرة بعض الناس لهم أراضي يريدون أن يوقفها إذا أوقفوها ضاعة دون استثمار فنتمنى أن تستثمر هذه الأراضي كيف تستثمر سادتنا العلماء والمجامع الفقهية اليوم خاصة في القرن الـ 21 أتابع كثيرا هذه القضية الاجتهادات الأخيرة قالوا يجوز استثمار الأراضي الوقفية بشرط إذا أردنا استصلاحها هناك من الناس من يملكون أراضي بور وأراضي متحجرة ويريدون استثمارها ولكن ليس لهم أموال لإصلاحها فيأتي شخص من الله عليه بالأموال فيؤجر له هذه الأرض الوقفية كاستصلاح وكاستثمار في نفس الوقت وأقول لك بأن الحضار الغربي اليوم ليس لها أوقات ولكن تقوم بأعمال تشبه الأوقات أنا عملت بعض الدراسات على بعض الأعمال الخيرية مثلا في سويد سويد هي أكبر دولة إسكندنافية من دول السبعة التي تكون الدول المنخافضة التي بلغت استثماراتها في باب يشبه الوقف مية في المية وأصبح الملك نفسه يستفيد منهم ويستفيد من تجربتهم أقاموا استثمارات في التأليم نفس القانون الذي يحكم الأوقاف يأتي شخص يوقف مصنع هو لا يعترف بالوقت ولكن يقول هذا المصنع مداخله تعود على الفقراء والمساكين نريد لماذا لماذا أشرت إلى النواب نحن أولى نحن أولى الآن في الجزائر جمعيات كبيرة تريد أن تستثمر في الأوقاف ولكن للأسف القوانين نعم غير مسموح بالاستثمار في الأوقاف الخيرية الأوقاف الخيرية لأنه حتى الوقف الخاص تدري الأستاذ عثمان بأنه نزع من القانون وهذا مشكل كبير كيف تنزع الوقف الخاص من القانون تريد أن لا تحميه بمعنى أو عندما شعرت الوزارة بأن هناك مشاكل في الوقف الخاص ماذا فعلت؟ تغيرت القانون واستثنت الوقف الخاص لكن تكلمت عن الوقف الخيري ولكن جعلته الوقف الخيري في يدها فقط لا اليوم جمعيات كثيرة لها ممتلكات تريد أن توقفها لله سبحانه وتعالى ولكن لها معظلة مع القانون إن شاء الله هذا ما نتمنى وإنما أعود بك بأن أصل الوقف لا بد أن يستثمر إذا لم يستثمر سيأتي يوما ينتهي هذا الوقت وإذا انتهى الوقف فلا فائدة منه أربي جعل الخير إن شاء الله أربي بارك فيك دكتور الفاضي موضوع شاسع وكبير كبير جدا إن شاء الله عز وجل تكون في فضاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله حتى الأنواع لما نتحدث عنها نعم الأنواع والتاريخ لما نتحدث كثيرا إن شاء الله ستفتاح الفوصة مستقبل بإذن الله نتحدث بإفاضة أكثر عن هذا الموضوع لا يجزيك دكتور الفاضي إن شاء الله في ميزان حسناتكم أخواني إخواتي قد وصلنا لختامي هذا العدد من برنامجكم لقاء الجمعة التقي وإياكم الأسبوع القادم من أحيان الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر